بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوع جديد خاص بلليتنينج بروتيكشن سيستيم انظمة مانعة السواعق طبعا كل المهندسين عارفين فوايد الليتنينج بروتيكشن سيستيم ان هو بيحميني من الساقة بيتنفذ من خلال ان انا بعمل بعض الطرق المختلفة زي المش او ان انا اعمل طبعا في جداول خاصة بلليتنينج بروتيكشن سيستيم اقدر اطلع منها نسبة الفلاش دينستي الموجود في المكان المعين بقدر احدد الايام الرعضية والكسافة الوميض الموجودة في مكان معين بستخدم المعادلات في تحديد قيمة الليتنينج الموجودة في المكان ده والنمبر اف رودز ما ننساش فيه البروتكشن ليفل عايزين نركز عليها جدا فيه عندي البروتكشن ليفل اربعة ليفل ليفل اي ده بيبقى الليتنينج بروتيكشن افشيانسي تمانية وتسعين في المية بروتيكشن ليفل 2 بيبقى الليتنينج بروتيكشن افشيانسي خمسة وتسعين يبقى هنا كان ليفل 1 تمانية وتسعين ليفل 2 خمسة وتسعين ليفل 3 تسعين في المية ليفل 4 تمانين في المية ده خاص بالليفلز اللي كل ليتنينج بروتيكشن افشيانسي والمقابل لها طبعا الليتنينج بروتيكشن زي ما قلنا بيتعمل باستخدام الإير تيرمينال زي ما احنا شايفين بيبقى الإير تيرمينال دي بيز وبوصل الإير تيرمينال تمام بيه خلال رد الى الجراوند بعمل النظام ده ده هو النظام التقليدي المستخدم عندي في عمليات الليتنينج بروتيكشن سيستم النهارده هنتكلم عن نظام النظام ده عبارة عن إيرلي ستريمر إيميشن إير تيرمينال إير تيرمينال شغالة على الإيرلي ستريمر من شركة إندليك طبعا التايم هنبدأ نشوف الداتاشيت الخاصة بشركة إندليك والبرودكت الجديد الخاص بيهم هنشتغل على البرودكت اللي هو بريفيكترون 3 من شركة إندليك نبدأ نشوف البريفيكترون 3 ومكوناته بالتفصيل طبعا زي ما احنا شايفين هنا في الصورة فيه عندري البريفيكترون 3 S40 ده شكل الجديد ده بيتوصل على أو بيستخدم فيه المشاريع الكبيرة عشان يعمل سطارة تحمي المكان الموجود فيها السطارة دي ليها خاصية مهمة جدا الإيرلي ستريمر إميشن إير تيرمينال الإير تيرمينال ما بيستناش لحد ما توصل الصعقة وتخبط في جسم الإير تيرمينال لا هي بتعمل إيرلي ستريمر طبعا كل موديول ليه خصائص كل السر في الموديول ديزاين في الداخل في هذا البريفيكترون أو الإير تيرمينال موجود عبارة عن موديول ديزاين عبارة عن مجموعة من المكسفات زي ما احنا شايفين الديمينشنز الخاصة بهذه المكسفات وأشكالها طبعا هو هنا بيبدأ يديني في الداتا شيت بتاعتي الكاركترستيكس بيديني الكاركترستيكس الإيفيشنسي الخاصة بهذا الموديول اللي هو S40 الدلتا تي يقدر يعمل يقدر يعمل إيرلي ستريمر بمقدار 60 مايكرو ثانية يقدر يعمل باستخدام الإير تيرمينال دي إيرلي ستريمر بمقدار 60 مايكرو ثانية الستاندر ديفييشن تمام بتاعها اللي هو السيجما مقداره أقل من 55 من 100 من السيجما الستاندرد اللايتنينج كارنت ويزي ستاندينج تيست اللي هو الآي عبارة عن اللايتنين كارنت اختبروها على 100 كيلو أمبير ده طبعا رقم كبير الماكسيمم كارنت ستاندرد تيست وصل لحد 207 كيلو أمبير وزن الإير تيرمينال دي شباب 3 كيلو جرام طبعا هنا بيدخل بيتطرق إلى الأوبريتنج بيتطرق بيتطرق داونستريمر هيبدأ يدخل يشوف الداونستريمر دي بتشتغل ازاي؟ تمام؟ هو بيعمل قياس كونتينووس ميجورمينت أو ميجورينج وفي الالكتريكال فيلد جراديانت فهو بيشتغل على الشبكة الكهرومغناطسية بيئسها بمقدار الدلتا إي على الدلتا تي بيستخدم الأوبورد ستريمر تيفلوب منت كونديشن تمام؟ حسب الأوبتيماكس تيكنولوجي أوبتيمايزيشن الستريمر تيفلوب منت كونديشن الأوبورد ستريمر امميشن سباركينج باي هاي فولتج امبالس ده هو بيعمل زي البرنسبال الخاصة به الانترنال سيركيت عبارة عن سري اندبندنت اند سينكرونايزد موديولز السر كله في هذا الموديول السنترل رود فول الالكتريكال كونتينويتي الميتا الهاوسينج ستالستين 316 الالكترو ماجنيتك شيلد الانسايت تيستينج كابابلتز طبعا تم عملية اختباره باستخدام تيسترز المنتيننس او المنتننس اللي بتحصل ريبلس منت موديول انا في المنتنس مبعملش حاجة غير انا اغير الموديول الوورنت اللي نزل عليها شباب خمس سنين الميكانيكال سبيسيفيكيشنز الفيكسينج اون بول عبارة عن ام عشرين سريد الداون كونتكتور كونيكشن سبيشيال كلامب بيبقى عبارة عن بي 6500 ده كلامب الخاص بالتركيب الباكتجينج الدايمينشنز عبارة عن 800 ربعمية ثمانية وتلاتين في متين ثمانية وعشرين في متين وعشرين ميلي الكونتينت اللي هو البريفيكترون سري ده الكون كونتكتور كلام الانفيروم الانفيرومينتل سستينابيليتي طبعا ده مية في المية سستينابيل السيرتيفيكيشن حاصل على شهادات الان اف سي سبعتاشر مية واثنين على الفين وحداشر وحاصل على اليو ال سيرتيفيكيشن بعد كده في المانيول في موديل تستانية احنا شوفنا عندي الموديل اللي احنا كنا بنناقش الداتاشيت الخاصة بيها اس خمسين في عندي اس ستين تمام في عندي في الاول اس اربعين اللي احنا كنا بنشتغل عليها يبقى انا في عندي اس اربعين في عندي اس خمسين في عندي اس ستين ان شاء الله هرفق الداتاشيت الخاصة بالارتير منال دي مع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته